من سنين طويلة كانوا بيقولوا على سوئين الميكروباس في الشرع المصري عفريت الأسفل لكن الوضع الأيام دي اتغير ما بقاش الميكروباس بس ما عندنا الميكروباس والموتسيكلات والتوكتوك خلوا التوكتوك على جنب اتكلمنا عليه قبل كده النهاردة هنتكلم عن الميكروباس والموتسيكلات في الشرع المصري أنا شنودة فيكتور وده برنامجكم بالمعدول أهلا بيكم حاجات كتير بتدايقنا وإحنا ناشيين في الشرع المصري سواء كنا بنسوق عربياتنا أو رجلين مواصلات أو حتى على رجلينا من أخطر الحاجات دي الميكروباسات سوئين الميكروباس اللي ممكن يعمل كم من المخالفات بتبقى مش على حساب المرور بس على حساب أمن وسلامة الناس اللي حواليه سواء كانوا مترجلين أو سائقين يقف عند مطلع كبري يقف عند منزل كبري يقف علي مين يقف مع الشمال طريقة تعامله مع الركاب البنديرة بتاعت الميكروباس أحيانا بتحصل في بعض المشاكل فبقى عندي إشكالية كبيرة قوي في التعامل مع سوائين الميكروباس بقلنا سنين كتير أنا مقدرش أقول إن إحنا هنلغي الميكروباس من كوسيلة مواصلات لأنها مساعدة مع وسائل المواصلات الأخرى وأماكن كتير قوي معتمدة عليه لكن إزاي نحل إشكالية الميكروباس في الشارع المصري من ناحية الالتزام بالأجرة الالتزام بقواعد المرور الالتزام بالتعامل مع الركاب والثلاث حاجات دول في حد ذاتهم إشكالية تاري حاجة الموتسيكلات خلونا نتكلم على الجانب الإيجابي ناس كتير قوي بتاكل عيش بالموتسيكلات أو بالمعروف في الصقافة المصرية يعني المكان صناعية أسرة عندها موتسيكل أنا بصراحة واحد من الناس اللي بتعاطف جدا اللي ملاقي واحد ومراته وعياله على وسيط مواصلات ذلك الموتسيكل رغم خطورتها لكن بتقدي الغرض معهم دي الناس اللي بتاكل عيش عليهم لكن عندي قصة تانية أكيد بتشوفوا المواكب أو الشباب اللي بيمشوا وبيعملوا حركة الحصان يمشي على عجلة واحدة ويرفع الموتسيكل يعرض نفسه واللي حواليه للخطر طب انت مستغني عن نفسك أنا زنبي إيه إنك تبقى ماشي جنبي كده بالطريقة دي كمان التحرش بالموتسيكلات كمان السرقة بالموتسيكلات حملي كبير قوي عندنا في الشارع المصري اسمه الموتسيكلات فما بين الموتسيكلات وما بين المكربصات محتاجين ضبط الأداء في الشارع المصري عايز أسمع رأيكم إزاي نقدر نحل إشكالية الموتسيكلات والمكربصات في الشارع المصري إنها فعلا جم الحاجات تانية كتير بتعمل إشكالية لكن هما دول في حد ذاتهم كنبلة موقوطة في الشارع المصري حابب في التعليقات أسمع رأيكم شكرا